أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلّق بهذه القضايا للقضايا الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحلّ الله البيعة وأحرّم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمت سليما كثيرا إلى يوم الدين أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم علم كتابه ويجعلنا ممن يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه عندنا سلمكم الله الآية العاشرة من سورة الكهف إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيّ لنا من أمرنا رشدا بدءا في قوله سبحانه وتعالى أصحاب الكهف والرقيم الكهف هو الذي سيأتي ذكره بإذن الله عز وجل مفصلا فيما نستقبله من العيات الرقيم المقصود به المرقوم أي المكتوب وعادة أن كل عابد لله عز وجل على بصيرة من عبادته لابد أن يكون عنده ما يتلوه ما يقرأه من العلم ولذلك أنزل الله عز وجل من السماء مئة وأربعة كتب كما يقول الإمام الحسن البصري هذه الكتب عبارة عن رقيم مكتوبة فمن هذه الكتب أهل العلم والعبادة أتباع الأنبياء يأخذون منها ما يبلغهم فتكونوا محفوظة عندهم وما زال الكتاب هو سبيل تلقي العلم من حين أن عرف الإنسان القلم إلى هذا الزمن فالله عز وجل يصف هؤلاء بأنهم طلاب علم أنه عندهم كان كتاب مرقوم عندهم كتابة شيء مكتوب تلقوه عن أهل العلم عن أهل العبادة من الأحبار من الرهبان عندهم شيء فذكر الله عز وجل الرقيم نصا هنا لبيان أهمية أن من أراد أن يعبد الله أو يدعو إلى الله لا بد أن يكون عنده من العلم ما يدعو إليه من العلم المتوارث عن من قبله من أهل العلم ما تأتي بجديد من عندك يناقض ما تقدم من كلام أهل العلم فتفترعه وتبدأ تذكره للناس فإن هذا لا يصح وإنما لك من العلم أمران إما أن يكون علما متوارثا ينقله الخلف عن السلف فهذا النوع الأول من العلم الأصيل تتابع أهل العلم عليه فأنت تأخذ في طريقهم وهذا يخرج من العلم ما كان شاذا ولذلك قال مثل الإمام أحمد قال أكره ما أرى من العلم الشاذ وفي كلمة له أخرى رحمه الله يقول عن بعض من يتتبع الشواذ من الأحاديث والأسانيد قال يتتبعون الغرائب من هنا وهناك ما أقل الفقه فيهم هم يتتبعون الغرائب من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم أن هذا زيادة في العلم وعند أحمد هذا زيادة في الجهل طيب هو منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يتتبعون الغرائب إنما العلم هو المشهور كما يقول الإمام أبو داود السجستاني كما قالوا في مقدمة سننه مقدمة المشهورة الرسالة المكية قال وإنما الحديث عندنا هو المشهور يعني الذي تلقاه أهل العلم كابراً عن كابر هذه الأحاديث لا أن يتتبع الغرائب من هنا وهناك يفرح إذا وجد حديثاً بإسناد قال بعض أهل العلم إنه حسن فيقول سنة مهجورة سبحان الله سنة مهجورة من متى؟ مهجورة من هذا الزمن نعم أحيها أما إذا كان المقصود كما يقول بعضهم الآن سنة مهجورة لم أجد من عمل بها كيف لم تجد من عمل بها وتكون سنة بين الناس وإنما هذه بدعة من البدع تقول فيها حديث والحديث إسناده حسن نقول ما عرفت الحديث ولا عرفت الحسن من الحديث لو كان الحديث حسناً لعمل به من تقدم من أهل العلم كيف يكون الحديث حسناً ويفوت على شعبة والثوري وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وأحمد والبخاري والترمذي وأبي داود والنساء والدرقطني وهؤلاء الأكابر لا يدونوا في كتبهم كيف يفوت عنهم وجدناه في أجزاء من هنا وهناك من كتب الحديث ذكره ابن بشيبة في المصنف وإلا إسناد حسن ذكره ابن عدي في الكامل ومثل هذا أخي من الجهل ليس من العلم في شيء وإنما العلم دون في المصنفات المشهورة وذا كانك من أعظم قرائن تعليل الأحاديث أن يكون الحديث خارجاً عن مسانيد أهل الإسلام فإذا لم تجد الحديث في الكتب الستة ولا في مسند الإمام أحمد ولا في صحيح بن خزيمة ولا في صحيح بن حبان ولا في سنن البيهقي لم تجده في المسانيد المشهورة الكبيرة هذا فاعلم أنه ليس بشيء ارمي به وهذه القرينة كانت من أعظم القرائن التي يعل بها الأئمة الأحاديث وعلى رأسهم كشيخ الإسلام ببن تيمية وابن القيم وبن الرجب وابن الجوزي وأئمة كثر كان هذا ديدنهم إذا لم يجد الحديث في المسانيد المشهورة لم يجدوه في هذه المشاهير قالوا لا خير فيه ولذلك هنا سلمك الله هذا طريق من طرق العلم أن يتوارث أهل العلم هذا العلم شيئاً فشيئاً فتأخذه عمن لقيت ويأخذه لقيت عمن تقدم وهكذا الثاني من العلم ما يفتح الله عز وجل عليك به شريطة ألا يناقض النوع الأول فالله عز وجل كريم سبحانه وتعالى ومن بذل نفسه للعلم في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يفتح الله عز وجل عليه أنواع من العلوم كرماً وفضلاً وهبةً وإن لم يسبق إليها أحد ولكنها لا تناقض ما تقدم فما كان يناقض ما تقدم فلا خير فيه ولكن ما كان من اللطائف من الفتوحات فقد جرى ذلك من أهل العلم في كل عصر من عصورهم يأتي الخلف بما لم يأتي به السلف ولكن شريطة ألا يكون مناقضاً معارضاً لما تقدم من كلام أهل العلم وتتابعوا عليه قال بعد ذلك سبحانه وتعالى إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً الفتية الفتى في لغة العرب هو أرفع من الغلام قليلاً وهو من ليس في سن الصبيان أرفع منهم ولم يبلغ مبلغ الرجال وتارة في استعمالات العرب يطلقون الفتى على الرجل في أول مراحل عمره ولذلك قلت لك بأن فوق الغلام بقليل فيقال للفتى إذا كان عمره في القديم هذا عمره ثلاث عشرة سنة أربع عشرة سنة يقال له فتى خمس عشرة سنة فتى إلى قريب العشرين يسمونه فتى ولذلك يقول سمر بن جندب كما في الأثر المشهور جداً قال كنا فتياناً حزاورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيان هو الفتى هذا حزاورة أي أقويا في آخر مراحل الفتوة إلى الآن لم ينتقل إلى مرحلة الرجولة فإذا جاوز العشرين فهذا لا يسمى فتى في لغة العرب وإنما يقال عنه رجل وهذا ليس مضبوطاً بالسنين ولكنه عندهم بحسب حالي هذا الغلام إذا عندهم خلاص شب وبلغ مبلغ الرجال قالوا رجل حتى لو كان عمره مثلاً في التاسعة عشر من عمري إذا كان دون ذلك يقال عنه فتى حتى ينظر فيه إلى أنه بلغ أن يكون رجلاً وهكذا فهؤلاء الفتية في هذا السن يعني بين أن تكون أعمارهم سنتي عشرة سنة إلى حدود العشرين سنة هذه أعمار هؤلاء الشباب الذين اعتزلوا قومهم من أجل أن يعبدوا ربهم وحده سبحانه وتعالى وهذا ولا شك إذا كانت السورة سميت باسم سورة الكهف والكهف هؤلاء الكهف إنما هو لفتية لجوا إلى هذا الكهف عبادة لله وهروباً بدينهم من أجل الله فانظروا إلى شباب عصرنا سلمكم وسلمهم الله يعني الآن هذه سنيهم ومع ذلك هذا تفكيرهم الواحد منهم يريد أن يحمي نفسه من أن يفتن في دينه فيهرب من قومه ومن بيته ليسكن في رأس جبل حفاظاً على كلمة التوحيد أن لا تخدش وأن لا يجبر على ما يغضب الرب سبحانه وتعالى والآن الشباب والبنات يبلغ الواحد منهم الآن ثلاثين سنة وما زال إلا أن يفكر باللعبة واللعيب وما زال يفكر في أمور الدنيا لهواتها ما زال يفكر في مطعمه في مشربه في لبسه من حين أن يبدأ يتحدث وهو أبي جوال طيب شرنا له جوال أبو خمسين ريال تو عمره ثمان سنين عشر سنين قال لك ما بعد ما يستطيع عشر سنين يقول لك مباشر أبغى آيفون وإذا جاء عمره ثمان عشر سنة قال لك أبغى يسمونه ذا الجديد فهم شبابنا أصبح الواحد منهم يعيش من أجل فقط أن يطور أجهزة الجوال اللي عنده وإذا كبر قليلا يعيش من أجل هذه السيارة التي يركبها كيف هي ما لونها ما موديلها ووضعها الكفر مرة متر ومرة عشر سانتي لون السيارة من الداخل كل يوم بشكل والبنت تعيش في أي وهم تعيش في أي فكر ماذا حياتها تبنى على أي شيء يا أحبة هؤلاء الفتية لننظر كيف عاشوا ومن أجل أي شيء اعتزلوا وعلى أي شيء ماتوا نريد من شباب الإسلام من فتيات الإسلام أن يكونوا كهؤلاء الكبار في همومهم وقيمهم وأهدافهم وإن كانوا صغارا في سني عمرهم يقول الله عز وجل عنهم إذا أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا راشدا أول ما يكون أخي إذا هربت من شيء إذا خفت من شيء أول ما تدعو الله عز وجل أن ينزل عليك رحمة من عندك هذا هو هدي القرآن وهذا هو فعل هؤلاء الفتية رضي الله عنهم قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وإذا كنت تدعو الله عز وجل فأول ما تدعوه سبحانه وتعالى أن ينزل عليك رحمته بفضل من عندك لا تدعو الله عز وجل بدأنا أخي بصالح عملك فإن هذا وإن ثبت في نصوص فإن النصوص الأكثر في هذا الباب أن تدعو الله عز وجل بكرمه بمنته بجوده بعظمته بما هو له أهل وليس بما أنت له أهل حتى وإن كنت في نفسك محسنا ولذلك هنا هؤلاء الفتية مع أنهم هربوا بكلمة التوحيد كان من دعائهم الجميل أن قال الله عز وجل ربنا آتنا من إيش لدنك من عندك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا هيئ أي يسر لنا يا رب من أمرنا ما يكون فيه الرشد وهذا أيضا من الدعاء الحسن الجميل للعبد إذا خشيت من فتنة أخي فادعوا الله عز وجل دائما أن يكون الله عز وجل هو الذي يهديك الطريق الرشد الطريق القويم وتدعوا في الفاتحة إهدنا الصراط المستقيم وهؤلاء دعوا فقالوا وهيئ لنا من أمرنا رشدا فأكثر من هذا الدعاء أن يكون الله عز وجل هو الذي يصنعك هو الذي يختار لك هو الذي يدلك أكثر من هذا وافتقر إليه وتخلص من حولك وقوتك وذكائك وعلمك وما تزعم أن الله عز وجل وهبه لك بل افتقر إلى الله تماما الافتقار ولذلك كان مما حكاه الذهبي في دلالته على أن الله عز وجل هدى ابن تيمية هذه الهداية العظيمة فأصبح مجددا من أعظم المجددين في تاريخ الإسلام قال وكان كثير اللجأ والافتقار إلى الله عز وجل وكثيرا يقول ما رأيته يرفع يديه إلى الله عز وجل فيدعوه وينكسر بين يديه ويسجد فلا يرفع رأسه من سجدته إلا بعد دعاء طويل افتقار ذل انكسار فهؤلاء أيضا كان من ديدنهم هذا مع ربهم سبحانه وتعالى قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ضربنا على آذانهم من عادة ما تستخدمه العرب أي يقول ضربنا على أبصارهم لا يقول على آذانهم ولذلك يقول ابن عاشو قال وهذا لا يعرف في استعمالات العرب أن يكون الضرب على الأسماع وإنما المعروف في كلامهم أن الضرب على الأبصار قال وهذا من بديع وإعجاز القرآن فإن الضرب على الأسماع في النوم أبلغ من الضرب على الأبصار وهذا معروف وملحوظ ولكنه من مكنونات كتاب الله عز وجل ليش؟ لأنه حينما يريد إنسان أن ينام أنت إذا غطيت عينيك عن النور أو أن ترى من حولك لا تريد أن تراهم من أجل أن تنام فجاءك صوت أليس هذا يزعجك سريعا الصوت مباشرة تشعر أنك قمت وتنبهت لكن لما يضرب على الأدم ما تسمع شيء ثم ينام الإنسان هل سيرى بعد نومه؟ لن يرى مع نومه أبدا فهو في حال نومه لا بد أن يغلق بصره فإذا أغلق سمعه أغلق الأمران معا أغلق البصر بالنوم وأغلق السمع بإغلاقه هو لكن لو أنه أغلق بصره وترك سمعه هل إذا نام يغلق السمع مباشرة؟ لا السمع مفتوح يأتيك الصوت فتستيقظ فإذا أردت أن تنام نوما مستغرقا فلا بد أن تضرب على آذانك تغلق الآذان ثم تنام فتغلق العين فلا سمع ولا بصر وشبابنا لا يحتاج أن نوصيهم حتى يناموا نومهم مستغرقا يعني ما شاء الله أخذين حقهم من النوم مزيادة لكن أن أقصد هذا المثل في القرآن ذكره الله عز وجل لهؤلاء الفتية لأن نومهم كان لحكمة عظيمة من الله عز وجل قال بعد ذلك سنين عددا وبين الله عز وجل هذا العدد فيما سيأتي من الآيات ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا اختلف الناس في إحصاء مكثهم في هذا الكهف فالله عز وجل أراد أن يبين هذا للناس ليبين من كان ضابطا لهذا الإحصاء ومن كان مخطئا فيه وهذا فيه دليل على مسألة أن الإحصاء من الأمور الشرعية المطلوبة فلا تستطيع أن تتخذ قرارات كثيرة في الحياة إلا بناء على معرفة للواقع ومن ذلك الإحصاء فتكشف الواقع بإحصاء ثم تحكم بعد هذا الإحصاء فقال الله عز وجل هنا يبين الناس أحصوا من أجل أن يحكموا على هؤلاء الفتية فهناك من أصاب في إحصائه وهناك من أخطأ في إحصائه فأنزل الله عز وجل ما يوضح ذلك ويحكم بين الفريقين نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى هنا سلمكم الله الله عز وجل ذكر من حال الفتية شيئين أما الأول فهو ما رزقهم الله عز وجل إياه بسبب منهم وأما الثاني فما رزقهم الله عز وجل من دون سبب وإنما مكافأة على فعلهم للسبب الأول وهذا يوضح لك أن من الله عليك هي على نوعين فإما منه كنت أنت سببا فيها وإما منه هي محض تفضل من الله عز وجل عليك والثانية أعظم في العطاء لأن ما يختاره الله عز وجل لك لأن ما يختاره الله عز وجل لك أعظم مما تختاره لنفسك فهنا الله عز وجل قال إنهم فتية إيش قال آمنوا بربهم الإيمان هل هو وقع منهم أو الله عز وجل هو الذي وهبه لهم الأثنين الأثنان معا فهم آمنوا والله وهب الله وهبهم وكان لهم سبب أنهم أرادوا أن يؤمنوا فالإيمان من الله والسبب منهم ثم زادهم الله عز وجل بقوله إيش وزدناهم هدى الهدى هذا هل هو كان بسببهم لا هذا محض تفضل من الله عليه ولذا قال وزدناهم الأول قال آمنوا هم الذين آمنوا والثاني قال نحن زدناهم ولذلك إذا عملت الحسنة فإن من ثوابها الحسنة بعدها بعدها وهذا من فضل الله عز وجل الذي لا ينقطع ثم قال سبحانه وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض هذه منه أيضا لها سبب كالنوع الأول هو الله عز وجل ربط على قلوبهم لكن ربط على قلوبهم بسبب ماذا أنهم قاموا فالربط لم يكن إلا بعد أن قاموا وإذا قال هنا إذ قاموا وإذ هذه ضرف لما إيش لما مضى من الزمان بينما إذا ضرف لما يستقبل من الزمان إذا فعلت إذ في غالبها تستخدم لما مضى وتستخدم للحاضر ونادرا ما تستخدم للمستقبل ولكن في أغلب استعمالاتها مثلا أحببتك إذ رأيتك في مجلس العلم رأيتك متى قبل هذا وقد يكون رؤيا الآن هذه في أغلب استعمال إذ فعندنا هنا الله عز وجل يقول وربطنا على قلوبهم متى ربط على قلوبهم قبل ذلك كان هناك سبب ما هو السبب أنهم إذ قاموا قاموا بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر فأنت إذا قمت بهذا الأمر وهذا النهي فجابهت الخلق من أجل رب الخلق فإن الله عز وجل سيربط على قلبك ولذلك كل من كان من ديدنه أنه يقدم حق الله ومحبة الله ورضى الله على حق ورضى ومحبة الناس أن يثبته الله عز وجل فلا يتزحزح ولا ينقص أبدا إذا قام وجهر بذلك لله فأبدا والله مثل هذا ما يعود ولا ينقص على قدميه إذا قام من أجل الله فالله يقول وربطنا على قلوب هؤلاء الشبا متى قال إذ قاموا وقفوا هنا أظهروا وليس المراد هنا أنهم آمنوا لا تنبه لذلك فالآية قاموا والقيام لا يكون إلا في وجه في وجه الغير في وجه آخر أنا قمت في وجه فلان فهم قاموا في وجه قومهم وليس هو قام بنفسه وإنما هذا آمن أما القيام فلا يكون إلا في وجه من عاند وعارض فتقوم أنت في وجهه وتكون ندا له هو هنا يكفر بالله أنت هنا تؤمن بالله هنا هو يعص الله أنت هنا تنهى عن المنكر الذي منه هذه المعصية فهو قام للشيطان وأن تقمت للرحمن إذ قاموا فلما قاموا قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا جاءوا إليهم يأمرونهم بالكفر ودعاء غير الله فأبوا قالوا أبدا لا يمكن هذا مطلقا قاموا ورفضوا وأعلنوا الرفضة أمام هؤلاء الطغاة الذين أرادوا منهم أن يدعوا غير الله عز وجل ما هو كلامهم؟ قالوا ربنا رب السماوات والأرض وهذه قضية الربوبية وهي في غاية أهمية أن تستخدمها مع من يكفر بالله وحاذر أخي حاذر أن تستخدم الاحتجاج بالألوهية مع من يكفر بألوهيته سبحانه وتعالى فإن هذا ليس من منطق القرآن ولا من منطق العقلاء في الاحتجاج وإنما حجة القرآن مع من يكفر بألوهية الله مع من يعبد غير الله هذا الذي يكفر بألوهية حجة القرآن أن يعيده إلى الربوبية فهنا هؤلاء يكفرون بالله ويعبدون غير الله فما قالوا ربنا رب السماوات والأرض لم يقولوا هناك إذ قاموا فقالوا الله إلهنا الله إله السماوات والأرض لم يقولوا ذلك المنطق منطق احتجاج بالربوبية لا بالألوهية حتى يعود إلى ما هو متفق عليه بينهم وبين من يدعونهم إلى الكفر فكلهم يتفقون على ربوبية الله فيرجعون كما يسمى في اللغة المعاصرة الأرض المشتركة والقواسم المشتركة بيني وبين من أناقشه فعادوا إلى الربوبية ليخرجوا من الربوبية ويستدلوا بها على الألوهية فقالوا ربنا رب السماوات والأرض طيب إذا كان رب السماوات والأرض وهو ربهم ما الواجب إذن؟ الواجب الألوهية ولذلك كان من عبارات أهل العلم أن الربوبية مستلزمة للألوهية مباشرة تماما نحن نحتج بالربوبية لكن هذه الربوبية يلزم منها الألوهية فقالوا ربنا رب السماوات والأرض اتفقتم معنا على ذلك فما النتيجة التي نخرج بها إذن؟ لن ندعو من دونه إلى لن نعبد غير الله كيف يكون هو الرب وندعو غير الله كيف تزعمون أن الله هو الرازق وأنه هو الخالق وأنه هو المحي وأنه هو المميت وأنه هو الذي يهدي وهو الذي يضل جل وعلا سبحانه وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يتصره في قونه ثم بعد ذلك تأمروننا أن ندعو غيره سبحانه وتعالى ولذلك كل من آمن بالربوبية وأشرق في الألوهية فهو قد ناقض نفسه مناقضة تامة يعرفها كل عاقل فقالوا هنا لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا الشطط في أصل اللغة هو البعد الشديد هذا معنى الشطط ولذا يقال شطط فلان إذا ابتعد كثيرا ويقال للشيطان الشيطان لأجل أنه ابتعد ومال ميلا عظيما عن الحق ويقال للشاطئ شاطئ لأجل أنه مال عن لجة البحر فأصبحت أطرافه شاطئ له فهذا شاطئ من هنا وذاك شاطئ من هنا كلها في الاشتقاق الأكبر مأخوذ من لفظ واحد فهذا هو الشطط لقد قلنا إذا شطط أي نؤمن بربويته ثم نكفر بألوهيته هذا لا شك أنه قول شطط لا يقول به عاقل هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلية لو لا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا والآية واضحة في معناها ثم قال وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا الآن بدأ يا أحبتي بعد النقاش بدأ حراك الجوارح الجسد بدأ يتحرك فهناك مرحلتان في دعوة الناس إلى دين الله المرحلة الأولى هي مرحلة الحجاج النقاش البرهان أنا على يقين من الحق الذي عندي هناك آخر يكفر بالله هناك آخر يعص الله هناك آخر يظلم عباد الله أنا أعلم أن هذا باطل وأن هذا حق أصبحت على يقين من هذا ما الواجب هنا؟ الواجب أن تبدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ترد هذا الذي وقع في المنكر إلى طاعة الله أن ترده إلى ما عندك من الحق هذا هو الأول من مراحل التعامل مع الناس فإذا وجدت قبولاً من الناس إذا وجدت أحداً يستمع إليك قل ذلك أو كثر كانوا على عدد أصابع اليد الواحدة كانوا مئات وألوف من الناس هناك من يسمع إلى الحق الذي تنادي إليه هناك من يستجيب إلى دعوة الله التي تعلنها وتصرخ بها بين أظهر الناس فلا يجوز لك أن تعتزل الناس هنا وإنما الواجب أن تخالطهم حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن التفضيل الخيرية بين من يعتزل الناس وبين من يخالط الناس أيهما أفضل يا رسول الله أيهما خير يا رسول الله قال الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم هذا خير ولذلك كان هذا هو ديداً وأهل العلم في القديم والحديث لكن إذا وصلنا إلى مرحلة أنه لا أحد يستجيب إلى دعوة دعونا لمدة سنتين ثلاث خمس سنوات الذين استجابوا هم مئة شخص وظلوا مئة لم يزدادوا مع الأيام وتبين لنا أن بقية الناس لن يدخلوا في دعوتنا وتيقن ذلك فيما عرفناه من أحوال المدعوين ما الواجب هنا كما قال الله عز وجل لهؤلاء وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله اعتزلوا هؤلاء القوم بعبادتهم لله متنبه إلى ذلك أن الاعتزال هنا من أجل أن يعبدوا الله عز وجل بحسب ما يقدرون وبحسب ما وصلهم من العلم الذي يعبدون الله عز وجل به فأولئك قوم كفروا ولم يستطيعوا أن يدعوهم إلى دين الله فهنا يعتزلون ويعبدون الله بقدر ما يستطيعون هذه المرحلة الثانية ودل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الصعي قال عن الفتنة وحينما يمرج أمر الناس قال صلوات ربي وسلامه عليه قال فاعتزل الناس في اللفظ الآخر قال فعليك بخاصة نفسك وفي لفظ آخر قال فعض على أصل شجرة وكل هذه الألفاظ إنما هي في حال طغيان الفتنة على الناس لا يأتمر أحد بأمر ولا ينتهي أحد عند نهي ففي هذه الفترة من الناس عندئذ الحل هو أن تعتزل هؤلاء الناس وتعبد الله عز وجل في خاصة بيتك وإذ لم تستطع ذلك فخذ معك رعية من الغنم وتتبع بها شغف الجبال كما يقوله صلى الله عليه وسلم خذ معك غنم شيئا شيء من هؤلاء وأخرج إلى البرية لا تسعل عن الناس ولا تدري عن أخبارهم ولا تريد منهم شيئا ولا يريدون منك شيئا وإن معبد الله عز وجل في برية من البرع هذا في الحالة التي بلغها هؤلاء الفتية فاستجابوا لذلك فاعتزلوا الناس وما يعبدون من دون الله فعبدوا الله عز وجل في الكهف فقال الله سبحانه وتعالى فأوي الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا دلهم الله عز وجل على مكان العبادة وهذا أيها المبارك أمر ينبغي أن تتفطن له أن عبادة الله عز وجل ليست في كل مكان وقد تكون في أماكن أفضل منها في أماكن أخرى فتخير لعبادة الله ما هو أوفق لقلبك ولذلك السنة الراتبة حث النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أين؟ في البيت بل إن كل صلاة غير المكتوبة الأفضل أن تكون في البيت أوفق للإخلاص وأبعد عن الرياء ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن الصلاة تكون في داخل البيت في أظلم مكان في البيت والمرأة أن تكون في بيتها يعني في المكان البعيد عن الضوضاء وعن الذاهب والرائح في البيت فالعبادات أماكنها تختلف فليس كل مكان يصلح أن يكون عبادة كما هو غيره من الأماكن وإنما تتفاضل إما تتفاضل في حالها أو في زمانها أو في مكانها فتنبه لذلك سلمك الله في اختيارك للعبادة فالعبادة تختلف عن أختها بحسب ذاتها بحسب حالها بحسب زمانها بحسب مكانها فالله دلهم هنا على أن أفضل عبادة تعبدون الله عز وجل فيها أن تأويل هذا الكهف فدلهم على المكان المناسب لعبادتهم فأويل الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته الكهف معلوم أنه أحجار وأنه ليس بمكان للراحة والطمأنينة ولكن الله غير من حاله بما غرسه في قلوبهم وبما جعله في نفوسهم من الطمأنينة الكاملة والسعادة التامة حينما دخلوا هذا الكهف فقال ينشر لكم ربكم من رحمته والنشر ليس هو الإنزال النشر هو ما يكون فيه بث كنشر المطر يعني ما تنشره الرياح يسمى نشر والناشرات نشر إما الرياح وإما الملائكة فليس إنزال وإنما هو نشر أي عم كما ينتشر مثلا رائحة العطر كما ينتشر الماء إذا نزل على بلد وهكذا قال ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا الرحمة تنشر الأمر الثاني يهيئ يسر لكم من أمركم مرفقا والمرفق مأخوذ من الإرفاق وسمي هذا المرفق هنا سمي مرفقا لأجل أنه يتكأ عليه يعني يرتاح عليه فما يكون فيه رفق يسمى مرفق فهذا الكهف أصبح كأنه متكأ يتكأ عليه هؤلاء الفتية حال عبادتهم لله عز وجل قال وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كافهم ذات اليمين وإذا غربت تقريضهم ذات الشمال ترى الشمس من إعجاز الله عز وجل لهؤلاء الفتية وحالهم إذا طلعت تزاوروا عن كافهم أي في حال شروقها طلعت أي في حال الشروق تزاوروا تزاور يعني تميل والإزويرار هو الميل فتميل عن كهفهم ذات اليمين فإذا كان إذا خرجت من الشرق مالت عن كهفهم ذات اليمين معناها أنه فتحت هذا الكهف هي من جهة الشمال وتميلوا إلى الشرق قليلا أي أصلها شمالية الكهف فتحت هذا الكهف أصلها من جهة الشمال وتميل تزور قليلا عن الشمال إلى جهة الشرق فالشرق يأكل منها قليلا فهذا معنا تزاور عن كافهم ذات اليمين وإذا غربت تقريضهم ذات الشمال في حال الغروب يختلف الأمر يتغير قليلا تقريضهم تقريض بمعنى أنها تأكل ولكن القرض يختلف عن الأكل أن القرض يكون بمقدمة الأسنان فكل ما شابه ذلك يسمى قرضا فتقريضهم بمعنى أنها كأنها تلسعهم لسعا ليس بمعنى أنها تحيط بهم تغطيهم لا ليست يعني كحال شمسنا في السعودية ما شاء الله لا لا ليس هكذا وإنما تأخذ منهم لسعة هكذا تقريضهم كما يقرض مثلا يقول الجربوع يسمعه يقول الفار كما يقرض من له أسنان هكذا مثل الجربوع من الأمام فالشمس تأخذ منهم قليلا هكذا حتى الجلد يأخذ حظه من الشمس فلا تموت خلايا الجلد لأن الشمس إذا ما وصلت إلى خلايا الجلد فإنه يتقطع الجلد ولو أن إنسانا حبس في مكان مظلم مدة طويلة من الزمن من المعلوم أن جلده يتساقط يتناثر من فوق لحمه يذوب ذوبانا فالشمس هي التي تكرر خلايا هذا الجلد فتحفظه فكانت الشمس كذا بقدر ما يحتاجون إليه قال وهم في فجوة من أي في مكان داخل الفجوة هي المكان الداخلي في الشيء ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا هذا من توفيق الله وهدايته لهؤلاء الشباب قال وتحسبهم أيقاضا وهم رقود لأن الله عز وجل كما ذكر ابن عباس وجماعة جعل عيونهم مفتوحة وهم نيام فهم نائمون ولكن العيون لم تكن مغلقة وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال يقلب الله أيضا أبدانهم يمين ويسار حتى يجدد أيضا الهواء الذي يصل إلى الجلد لأن الجلد إذا كان ملتصقا بمكان واحد فإنه مع الوقت يعني يبدأ يسمونه يتزحلق هكذا يعني يبدأ يعني يحترق هو شيئا فشيئا ينسلخ ينسلخ يمكن أن تكون مؤدي للغرض ينسلخ شيئا فشيئا يعني أشبه ما يكون بهذا ينسلخ شيئا فشيئا حتى يذهب وهذا معلوم حتى في المستشفية تلحظون أن المريض لا قدر الله إذا كان مدة طويلة على ظهر لأبد أن يقلبوه يمين ويسار فالله هو الذي كان يقلبهم سبحانه وتعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد باسط أي أنه الكلب مد يديه على هيئة ما ترى من جلسة للكلب يمد في حال الإقعاء يمد يديه هكذا إلى الأمام فهذا يقال باسط هذا الكلب باسط ذراعيه أي اليدان قد بسطهما إلى الأمام باسط ذراعيه بالوسيد الوسيد يطلق في لغة العرب على الفتحة التي تكون في مقدمة الشيء يقال للباب مثلا وصيد البيت لأنه في المقدمة يقال للكهف للغار وصيده أي ما كان في أوله حالها كحال العتبة عند الباب فهذا هو الوسيد فكان مكان الكلب الذي جلس فيه هو فتحة الكهف هذا جلس هكذا في فتحة الكهف في أمام هذه الفتحة متربصا يحمل الله عز وجل به هؤلاء الفتية لو اطلعت عليهم لو الليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا يقول جماعة من السلف في تفسير هذه الآية إن الله عز وجل لم يجعل شعورهم وأضافرهم تقف على ما هي عليه حينما ناموا وإن استمرت في نموها كما لو كانوا أحياء فطالت أظهارهم كثيرا وهذا جاء عن جماعة من السلف وطالت شعورهم سواء كان في وجوههم أو في شعورهم أو في بشرتهم أو في أقدامهم وثلاثمائة سنة ولك أن تتصور هذا فالعيون مفتوحة والشعور قد غطت والأضافر قد طالت والكلب هكذا منتصب يحميهم فيقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لو اطلعت عليهم وهو أنت يا محمد لو اطلعت عليهم لو الليت منهم فرارا يعني إيش هذا منظر فيه ما يخيف فيه ما يقزز أيضا فيه أشياء كثيرة تجعل الإنسان لا يملأ عينه من هذا الذي يراه لو الليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا ذهبت وأبتعدت عنهم خوفا من حال هؤلاء الذين أصبحت أجساتهم على هذه الصورة هذا أيها الأحبة ما يتعلق بهم في كهفهم ولك أن تجد عجبا أن الله عز وجل ذكر هذا الكهف مثنيا عليه حينما صحب قوما من أهل الخير والفضل فكلب أثنى الله عز وجل عليه وذكره في محكم تنزيله على سبيل الثناء والمدحلة لما صحب أخيارا وأفاضل من أهل الإيمان فروا بدينهم فيا أيها المبارك كيف بك أنت إذا صحبت وأنت من أهل الإيمان صحبت أناسا من أهل الفضل والخير أو تظن أن الله لن يذكرك بخير عند ملائكته وفي ملائه بلى والله سيذكرك ويثني عليك وعلى صحبتك وتكون عقباك في الدنيا والآخرة إلى خير أسأل الله عز وجل أن يرزقني وأياكم صحبة صالحة تكون عونا على طاعته وذكره في الدنيا وعونا على رفعة الدرجات وعلو المنزلة في الآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجسنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجسنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر